هاي اصدقائي ازايكم عاملين ايه؟ بقلنا فترة كبيرة مش بنتكلم ومعاولتوش فيديوز بقلي فترة كبيرة انا عارف كده بس للاسف يعني اخر فترة كنت بسافر كتير وكنت مشغول في حاجات كتير في حياتي وكده ودلوقتي انا عامل سيت اوب جديد كده بحاولة اجربه معاكم في الفيديو ده ممكن يسهل علينا جدا موضوع الفيديوز وكده وان انا ازاي عامل فيديوز وكده الفيديو ده انا عايز اتكلم معاكم عن مشغل الريموتي وميال وحاجة معينة فالشغل الريموتي حتسهل علي الدونية الفترة الجادهي هي حاجة للسبا gjorde على جديدة وكدا احاول اتكلم معاكم عليها بس الاول عايزة اتكلم معاكم اول موضوع تلكشنل دي كان نفس الموضوع انا اتكلم عن شغل الريموتي ازاي يقدر انه سافر بلاد مختلفة واشتغل هنة اكن ا Gabriele في الهوم اوفيس في البيت انا بقى لي حوالي 9 سنين شغال ريموتلي منهم سنة ونوص بس كتت في اوفيس يعني بقى السنين كلها كتت ريموت يعني وخلال السنين دي كان عندي شوية تشالينجز لما بحاول ان انا اشتغل برة البيت او ان انا سافر في مكان او كده واخر فترة انا بقى لي يعني بقى لي كم شهر كده بسافر بلاد مختلفة واشتغل هناك وكده وقدرت افهم ايه المشاكل اللي بتواجهني اللي بتخليني مش برودوكتف مثلا وانا ولا مسافر وكده مع اني بكون مبسوط بس مش بكون قادر ان انا اشتغل اكن انا شغال في الهوم اوفيس بتاعي فحبيت ان انا في الفيديو ده اشير معاكو شوية حاجات من دي بس الاول حاول ان انا دلاتي في دبي ودبي من البلاد اللي انا كان نفسه زورها في الى سنين يعني هنا برج خليفة سوري اذا انا مش عايز برج خليفة وبزنس بزنس بي ثاني كده يانا بيزبط هوا لسه اجرب البتاع ده وردو فهنا الشمس ومكتكم بوزة دانية شوية بس ايش ده الاوفيس بتاعنا مفروض انه هو قريب من هنا والمفروض ان شاء الله بكرة لو قدرت ازبط مع المانجمينت كده ان ازور الاوفيس احتمال كبير او اروح ازور الاوفيس بتاعنا وكده واسور فيديو هناك برضو بس حبيت ان انا اشير معاكو ايه الاكبر تشعالنجي كان بيواجهني وانا شغال ريموتلي وكده هو موضوع الاكسترنال ان شغلنا بستحاج دعيما اكسترنال وعشان نقدر ان احنا يعني لو عندي مثلا ديزاين مثلا ويمحتاج ان انا اقبلاي الدزاين ده او اقوم فيتغيت مسلا لجاس اكس او ساعتها بحتاج ان انا افتح الديزاين في سكرين وقد ايديتر في اس كود وواتفر في سكرين تانية او كده برضو في البيعيوز وحاجات كثيرة جدا بحتاج اكسترنال ففي البيت انا عندي ألترا ويد اكسترنال مونيتور في الهوم اوفيس بتاعي فده بيسهل علي الشغل جدا بس اي حتة بروحها يعني حبقى مضطر ان انا اروح كووريكنج سبيس عشان الاقي اكسترنال مونيتور هناك بحيس ان انا اقدر اشتغل عليها وكده ففي واحد صاحبي في الشركة اسمه مهاب وكده اقترح علي فكرة انا كنت عايز يعني كنت في الاول بفكر ان انا ممكن اجيب مثلا VR headset او AR headset او كده زي apple vision pro او او oculus quest او كده عشان اقدر ان انا اشتغل ريموتلي في multiple screens او في سكرين كبيرة مثلا واقدر اسبلاتت وكده multiple tabs بس اقترح علي حاجة ما كنت شارف ان هي موجودة اساسا وهي ان انا اجيب اكسترنال مونيتور حواريكم الاكسترنال مونيتور اللي انا جبتها اوكي ثواني كبه اوكي هي دي الاكسترنال مونيتور اللي انا جبتها تمام زي ما انت شايفين هي دي اوكي هي بتوصل بيو اس بي سي كونكتر للماج بوك برو او اي لابتوب عندكو يعني وهي زي ما انت شايفين هي حجمها صغير جدا يعني السيكنس بتاعها رفيعة جدا فبتتشال هي 15 انش فتقدر تشالها في شونتة اللابتوب عادي مع اللابتوب وكده والفكرة ان هي البرائتنس بتاعها يعني البرائتنس بتاعها حلو جدا عالية جدا وكده وتقدر تأجست البرائتنس وكده فدي حاجة من الحاجات اللي هي هتحللي مشاكل كتير جدا لل الواركينج ريموتلي وكده كنت بوجيها قبل كده يعني حابقاشير معاكم اللينك بتاعها في الدسكريبشن بس هو في اوبشنز كتير جدا على امازون وكده بس حابقحطركم اللينك بتاعها في الدسكريبشن ممكن تشوفوه تعرفوا لو هي مناسبة بالنسبة لك ولا لا فده كان الابديت السريع بتاع النهاردة وبعمل تستنج للسيتاب اللي انا بصور به وكده عرفوني لو عايزين نتكلم عن اي حاجة معينة انا برضو شغال هنا في دبي من مكان كده زي ديجيطال نومادز هاب حلو قوي في بزنس باي فكرته ان هو بيكونكت ديجيطال نومادز ببعض وفيه كوريكينج سبيس تحت وسويمينج بول اريا وحاجات وحاجات كده فممكن اعمل فلوغ برضو عن المكان هنا وازاي ممكن تيكون تشتغلوا هنا يعني لو حد حابق يجي يشتغل هنا بس دي كت كل حاجة في فيديو النهاردة لو عجبكو الفيديو كده ياريت تعملوا لايك ولو فيه حاجة عايز انك تكلم عنها في الفيديوز الجاية ياريت تقولولي يعني في الكومنز وكده واشوفكو في الفيديو الجاية ان شاء الله باي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر